أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثنا في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا وفي هذا الموسم وفي هذا التوقيت الخاص بعنوان اصحوا واصهروا وهذه طبعا آية من بضع آيات مأخوذة من كلمة الله من الكتاب المقدس هي دعوة لكي نصحوا ولكي نستيقظ ولكي نصهر ولكي نتحذر وننتبه وأن نحيا حياة تمجد الله بتكريس كامل وأن لا تكون أو لا يكون فينا أي عدم مبالاة أو الجهل أو نسلك في الظلمة المحيطة حوالينا لكن فعلا نركز أنظارنا على شخص الرب يسوع المسيح في هذه الأيام فهي فعلا دعوة للصحوة دعوة للياقظة وهذه الدعوة هي للمسيحيين أولا للمؤمنين أن تصحوا تنتبه تكون حذر وصيما في هذه الأيام لأن الحرب شرسة حرب شعواء حرب ضروس وضارية ضد كنيسة الرب وهي دعوة لغير المسيحيين اللي بيستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك للتوبة من أجل هذا عزيزي المشاهد فهي دعوة لتتخذ قرار حقيقي في حياتك إنه ما تعيشش حياة التردد بين طبعا فرقتين ولا تعرج بين فرقتين لكن هي دعوة لحياتك إنه فعلا تضع ثقتك وإيمانك في الرب يسوع المسيح ومن خلال هذا القرار يحدد مصيرك ويحدد أبديتك موسيقى